السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم لكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طبعا بما أننا في فصل الشتاء يليه فصل الربيع فبه تكتر نباتات البرية والأعشاب البرية التي تنمو في فصل الشتاء وفصل الربيع فمنها طبعا هاي الأعشاب أعشاب طبية رائعة جدا مميزة لها دور كبير في طبعا في بعض العلاجات المزمنة فاليوم إن شاء الله نتكلم على نبتة من هاي النباتات أو عجبة من هاي الأعشاب البرية التي تنمو في فصل الشتاء وفصل الربيع فعليك باغتنام هذا الفصل من السنة بأغز النباتات والأعشاب الطبية المميزة التي بدورها تعالج أغلب الأمراض المزمنة وإن شاء الله نستفاد من هذا الفصل طبعا النبتة اليوم التي نتكلم عنها هي نبتة شوك الجمل أو شوك الحليب أو الخرشوف البري كل هاي أسماء تطلق على هاي النبتة المميزة الرائعة طبعا هاي بداية طلوعها في أو بداية إنباتها في فصل الربيع بعد تساقط الأمطار فتنمو كما نراها على جوانب الطرقات وفي الأرض الزراعية الفارغة وكلما فيه مكان به تربة تنمو فيه الحشائش تجد هاي النبتة الرائعة تعرف على شكلها جيدا هاي النبتة التي نراها هي شوك الجمل طبعا هاي النبتة لها دور كبير بفضل الله تعالى على علاج بعض الأمراض المزمنة وأهمها علاج التليف الكبد وإذابة الدهون التي تكون على الكبد وهي النبتة طبعا تكلمنا عنها كثيرا ولكثرة فوائدها وبفضل الله تعالى من الكلام عنها طبعا وجاني من بعض المتابعين الكرام إن فيه ناس كتير جربتها فلها دور كبير ودور إيجابي بفضل الله تعالى في علاج تليف الكبد وتكون ذابة الدهون المكونة على الكبد وطبعا أمراض أخرى كثيرة ولكن هاي المرض حتى في بعض المناطب تسمى بنبتة الكبد يعني لدورها الكبير في ذابة الدهون التي تكون على الكبد عفونا الله وإياكم ودورها الكبير في علاج هاي الأمراض وطبعا هاي النبتة تأكل طازجة كما في بداية شكلها يعني في بداية الإنبات تكون لدنة وطرية فتأكل طازجة أو تطبخ مع الشربة أو كذا أو تأخذ بذورها كما نرى هاي شكل البذور طبعا هاي الفترة بتكون في فصل الربيع وفي نهاية الربيع بيكون عندك النبتة تكونت وتكون بذورها كما نرى هاي الأزهار وبداخلها البذور فبإمكانك تأخذ هاي البذور وتغليها في الماء الساخن وتشرب كمشروب الشاي أو الأعشاب العادية وبفضل الله تعالى تكون شافية وعافية بإذن الله تعالى من يعاني من هاي الأمراض وطبعا أنصح الجميع بطبعا باستشارة المختصين في العلاج بالأعشاب الطبيعية والناس المختصة في العلاج الطبيعي قبل استعمال هاي النبتة وحتى يحدد لك الكمية وطبعا يحدد لك الكمية المناسبة حتى لا تضر بنفسك ولكن هي نبتة بفضل الله تعالى مفيدة ورائعة ومميزة جدا ولها دور كبير في هذا المرض خاصة وفي بعض الأمراض المزمنة عمتا وأتمنى للجميع الشفاء الدائم والعفو والعافية لنا ولكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموت المسلمين وأن تكون هاي النبتة وغيرها طبعا شفاء وعلاج لبعض الأمراض وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع عجبة أخرى بفضل الله تعالى في هذا الفصل أتمنى أن تصحبكم السلامة ودمتم في رعاية الله وأمنه سبحان الله وبحمده سبحان الله حسنا ولم ترجمة نانسي قنقر